تحت رعاية اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية والسباقات القدرة انطلقت البطولة التاهيلية لموسم القدرة 2020-2021 في قرية البحرين الدولية للقدرة بحضور اسم الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة واسم الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية والسباقات القدرة وبمناسبة انطلاق السباق التاهيلي أكد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السباق التاهلي للموسم جاء قويا وسط مشاركة نخبة من فرسان المملكة الذين ساهموا في إعطاء السباق طابعا فنيا قويا وأعرب اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بدخول العديد من الوجوه الشابة من الفرسان في السباقات الأمر الذي يؤكد بأن المملكة قادرة على أنتاج فرسان لمواصلة مسيرة التقدم لرياضة القدرة التي حققت العديد من الإنجازات في السنوات الماضية مشيرا سمو إلى أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عد ومنذ سنوات طويلة خطة لإدخال الوجوه الشابة في سباقات القدرة وهو يجني ثمار هذه الخطة الطموحة وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن المشاركة الواسعة من قبل الفرسان ساهمت في خلق أجواء من المنافسة القوية والمثيرة وجميع الفرسان أكدوا النواية التنافسية لهذا الموسم من خلال هذا السباق التأهيلي إلى جانب قوة الجياد التي شاركت بها في منافسات السباق التأهيلية من جانبه أكد اسمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة أن المشاركة الواسعة من الصبلات والفرسان تبشر بمنافسة قوية في الموسم الجديد مبينا إلى أن البطولات القادمة ستكون مثيرة وحماسية عطفا على المستويات الكبيرة التي قدمها الفرسان وأعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله عن خالص شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم سموه المتواصل لمسابقات القدرة في البحرين وشاد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان العاملة وحرصها على إخراج السباق بأفضل صورة تنظيمية مشهيدا في ذات الوقت بجهود العاملين على الإجراءات الصحية من جانبه شهد سباق التاهلي مشاركة مميزة وأولى للفارس الشاب سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة واستطاع سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد من إنهاء السباق التاهلي بنجاح حيث مثل فريق فيكتوريوس هذا وسيقام غدا سباقي ثمانين ومئة كيلومتر على ثلاث مراحل شكرا